ليس هناك دولة بعد ما يقاربنا 11 شهر الآن ليس هناك دولة واحدة في العالم انتقدت سلوكات وتصرفات العصابة عندنا دولة واحدة إما سكوت تواطئ إما مشاركة في السر وأحيانا في العالم والآن قال لي كان رئيس خلاص ولا تزيارت علينا لكم شفته اليوم الوزير الإيطالي اللي بالمناسبة الإيطالي معتز بإيطاليته معتز بلغته جاء الجزير بالرغم أنه يعرف الفرنسية أكثر الإيطاليين يعرفوا الفرنسية واللي يعرف الإيطالية يعرف أنها قريبة جدا من اللغة الفرنسية مثلها مثل اللغة الإسبانية إذا كنت تتقل الفرنسية فإنك تستطيع أن تفهم ربما حتى نصف اللغة الإيطالية قراءة واللغة الإسبانية لكن الإسباني لما يجي أو الإيطالي اللي جاء اليوم تكلم بلغته بو قادو ونعرفه يعرفه يعرف العربية جيدا وزاد تعلم الإنجليزية لما رحل أمريكا لكنه تكلم بالفرنسية لماذا؟ كنا نتمنى أن يتكلم بالترقية بالامزابية بالشاوية بالقبيلية بالعربية بأي لغة من لغات الوطن لكنه تكلم بالفرنسية لماذا؟ رسالة مرة أخرى لسادة الإيليزية حتى ونحن نستقبل الإيطاليين حتى ونحن نستقبل الإيطاليين ليرام في خصومة مع فرنسا على عدة مواضيع بما فيه الموضوع الليبي بالمناسبة فإننا سنحدثهم بلغة الإيليزي بلغة باريس وبالمناسبة هنا منشعار في النوفمبريين والديسمبريين والله أنا مش رايحين يقولوا على هذه العصابة التي نفخوها نفخا كبير إذن تكلم هذا ذكرني بقبل حوالي 35 سنة في 86 عام 86 عام تخرج اللي تخرجت فيه طبعا كان عندنا واحد الخطة أو البروغرام طرنامج هو أنك في العام الأخير يبعثوك للسفارة أنا رحت للزيمبابوي أنا ذاك إلى أقصى إفريقيا ويبعثوا اثنين من كل طلبة إحنا كنا عشرين وبعد ما جينا وفي امتحانات الآخرة شهر أخرى يبعثوك لوزارة الخارجية أي كنا في نهاية 85 فأتذكر أنا كنت في قسم إفريقي أن أدي في التربص نتاعي إدارة إفريقيا وكان عندي صديق وزميل راه أصبح سافير منذ عدة سنوات اسمها عبد المالك بوهدو من منطقة القبائل كان في قسم أوروبا الشرقية أوروبا الشرقية آنذاك بالنسبة للشباب ربما اللي ما عرفوهاش كان هناك دولة تسمى دولة الجمهورية الديمقراطية لألمانيا أو المعروفة بألمانيا الشرقية الآن رأي كلهم أصبحوا ألمانيا واحدة اللي هي ألمانيا الغربية بعد سقوط جدار برلين أكلت ألمانيا الشرقية فكان عندي هذا الصديق وهو منطقة القبائل القبائلي فروالي بعد ما خرجنا نتغدى وقال لي اليوم فضيحة قتله ومش حدث؟ قال لي جاء السافير ألمانيا الشرقية وبدأ بالحديث بالعربية مع المدير مدير قسم أوروبا الشرقية في وزارة الخارجية فقالوا قالوا سمحني أنا عربيتي ضعيفة قالوا لأنك قبائلي طبعا هذا السافير قبل ما يجي داد بحث على الشخص عارفوش كونه هو قالوا لأنك قبائلي قالوا أنا نتكلم القبائلية السافير ألمانيا الشرقية قالوا نتكلم القبائلية فزميلي ابتسم فرح لأنه هذا على الأقل إلى المدير ما يعرفش اللغة العربية على الأقل يعرف اللغة القبائلية فالمدير قالوا قالوا نصح قبائلي لكن سمحني من عاش القبائلية قالوا ما زال تعرفوه الفرنسية فقط قال هالوا سافير ألمانيا الشرقية أنا ذاك بنوع من الاستهزاء قالوا تعرفوا اللغة الفرنسية لغة فرنسا فقط صديقي هذا بالرغم أنه مش متحمس كثير للعربية لكن قال لي شعرت لو تفتح الأرض خير لي كنت فتحت الأرض ودخلت أحسن لي قال لي المدير ما هو قادر يتكلم حتى بالعربية الدرجة وكان شخص عارف يتكلمها ولا العربية الفصحة ولا القبائلية ولا شيء قال لي وجدت نفسي في حرج طبعا زميلي هذا كان يعرف العربية جيدا يعرف القبائلية ويعرف فرنسية وإلى حد ما الإنجليزية أعرف أنه كان سفير آخر من رسمعت في أو قرأت في حد الشرائد أنه كان سفير آخر منصب في ماليزيا على ما أظن يعني هذا الأخ عبد الملك بوهدو هذا اليوم لأن الجماعة عندنا بقدوم اليوم لا بقدوم يعرف العربية ويعرف الإنجليزية والسفير والوزير الخارجية الإيطالي يعرف الإنجليزية وعلى الأرجح يعرف الفرنسوية لكن بقدوم كلموا بالفرنسوية رسالة إلى الفرنسيين نحن خدامكم نحن عملائكم نحن انتوعكم ما تنزعجوش منا ما تغضبوش منا يستطيع بقدوم أو تبون تبون لما خرج أول خرجة أيضاً تكلم بالفرنسية معاه منه مع جزائريين وكان من بيلي كان يتكلم معهم كان واحد قبيلي لا ركم تذكرين أعتقد أنه عنده شركة ألبان القبيلي كان يتكلم بالدرجة ويحرص حتى باش تكلم بالعربية وتبون يرد عليه بالفرنسوية رسالة إلى سادة الإيليزي أنا ما عنديش مشكلة مع اللغة الفرنسية كما قلتها دائماً لكن كان شيء يسمى كرامة الوطن وكرامة الوطن أنك تتكلم لغاته لغته إذا عنده أكثر من اللغة تكلم لغاته والله واحدة من هذه اللغات ما فيش مسؤول يحترم معنى كلمة المسؤولية وكلمة الوطن وكلمة البلاد وكلمة ويتكلم بلغة أجنبية يتكلم مش مقط بلغة أجنبية بلغة الاستعمار آه في بيتك في جلساتك الخاصة تكلم اللغة اللي تحب لكن عندما تكون أمام العالم فإن عليك أن تتكلم لغة البلاد أو إحدى لغات البلاد وليس من حقك أن تبيعوا هذه البلاد مرة أخرى لسادة الإليزي لكي تقول لهم نحن نستعمار لا تقلقوش كما قالها الجنرال علي بن قدة قالها لأحد الصحفيين الفرنسيين قبل سنوات قالوا نصوم لدرني بيينوار أونالجيري نصوم لدرني بيينوار أونالجيري نحن آخر الأقدام السوداء أو الأقدام السود في الجزائر بمعنى نحن الورثة الحقيقيين انتع دولة الكولون ويستطيع الناس أن يكتب هذا الموضوع في جوبل نصوم لدرني بيينوار ويكتب أمامها أسمي سيخرج له في الموقع انتع لي أني انشرته على الموقع وعلقت عليه